السلام عليكم أعزائي الطلاب والطالبات الصفة الخامس الإبتدائي نلتقي اليوم بإذن الله تعالى مع شرح وحل مادة لغتي الفصل الدراسي الأول ولوم نلتقي مع درس النص الشعري من صادق تعالوا نقرأ النص معا اختر قرينك وانتخبه تفاخرا إن القرين إلى المقارن ينسب ودع الكذوب فلا يكن لك صاحبا إن الكذوب يشين حرا يصحب وزن الكلام إذا نطقت ولا تكن ثرثارة في كل ناد تخطب وراعي الأمانة والخيانة فاجتنب واعدل ولا تظلم يطب لك مكسب واحذر مصاحبة اللئيم فإنه يعدي كما يعد الصحيح الأجرب واحذر من المظلوم سهما صائبا واعلم بأن دعاءه لا يحجب هذا الشعر للشاعر صلاح ابن عبد القدوس والقرين أي الصاحب أو الصديق اللئيم ذو الأخلاق السيئة يشين أن يعيب وينقص الأجرب المريض مرض في جلده ثرثارة كثير الكلام يحجب أن يمنع والشاعر صلاح ابن عبد القدوس من شعراء البصرة في العصر العباسي وشعره يتميز بالحكمة والأداب السمية أقرأ عنوان البيت الأبيات وأحدد إجابة الشاعر عليه ثم أقرأ القصيدة وأتثبت من قرب إجابتي مما ذكره الشاعر ثلاثة أكثر الشاعر في قصيدته من استخدام أسلوب النهي أم أسلوب النداء أم أسلوب الأمر إذا رجعنا إلى القصيدة سنجد أنه استخدم أفعال اختر دع زن ورع واحذر واحذر واعلم واعدل فهذه كلها أفعال مضارع أفعال أمر فهي استخدم الشاعر سلوب الأمر استخدم في هذه الأبيات سلوب الأمر أتصفح عن نص ثم أكتب المطلوف المخطط الآتي عنوان النص هو من أصادق قائل الأبيات هو الشاعر صالح بن عبد القدوس عدد أبيات النص ستة أبيات خلق حسن ورد في النص ورد أكثر من خلق ومن ضمن الأخلاق التي وردت خلق الأمانة ورد أيضا خلق الصدقة أقرأ النص قرأ صامتة ثم أختار المعنى الصحيح لكل من الكلمات الآتية إلى المقارن المقارن هو الجار أم الرئيس أم المرافق المقارن هو المرافقة انتخبه تفاخرا انتخبه بمعنى أحببه أم انتقه أم لاطفه انتخبه أي انتقه أي اختاره بعناية يشين حرا يصحب كلمة يشين يخادع أم يشتم أم يعيب كلمة يشين معناها يعيب واحذر من المظلوم سهما كلمة سهما معناها قتلا دعاء أم ضربا سهما أي الدعاء دعوة المظلوم مستجابة ولا تكن ثرثارة في كل نادي معنى كلمة نادي منادي أم مجلس أم ملعب معنى نادي أي في كل مجلس لا تكن ثرثار كثير الكلام في كل مجلس تجلس فيه أحدد العلاقة اللغوية بين المفردات الأتية من حيث الترادف والتضادف ولدينا الأمانة والخيانة بينهما تضادف اختر وانتخب بينهما ترادف أي كلهما معناهم واحد أي انتخب يعني اختر واختر يعني انتخب الصحيح والأجرب بينهما تضاد أي الكلمتان عكس بعضهما البعض فبينهما تضاد أفهم وأحلل أجيب عن الأسئلة الآتية عما يتحدث الشاعر في هذه القصيدة يتحدث عن الصديق ومصاحبة الصديق وعن حسن الخلق إذن الشاعر يتحدث عن اختيار الصديق حسن الخلق لماذا يرى الشاعر أهمية اختيار الصديق لأن الصديق ينسب إلى صديقه ويتأثر به في أخلاقه وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل أي المرء على خلق صديقه أو صاحبه الذي يمشي معه فهو يتأثر بأخلاقه فإذا كانت أخلاقه حسنة صار مثله إذا كانت أخلاقه سيئة أعدته أخلاقه فصار سيئا مثله ورد في النص أن الكذوب ينقص قدر صديقه لماذا؟ لأن إذا كان صديقك كذوب وعرفت الناس أن هذا صديقك فسيقولون أيضا أنك أنت كذوب أيضا إذن لأن الكذب صفة سيئة تنقص من قدر صاحبها ومن يصاحبه أيضا لماذا حذر الشاعر من مصاحبة اللئيم؟ لأنه يعدي صاحبه بهذه الصفة السيئة إلى ما دع الشاعر في البيت الرابع دعا إلى التحلي بالأمانة والعدل واجتناب الخيانة والظلم لما حذر الشاعر من دعوة المظلوم لأنها مستجابة وليس بينها وبين الله حجاب فسوف تقع على الظالم ما عاقبة من يتحدث كثيرا فيما لا يفيد أنه بكثرة كلامه يكثر خطأه ويمل الناس منه سوف يكثر خطأه ويمل الناس من كلامه اثنان أحدد البيت الذي يدل على كل فكرة من الأفكار التالية احرص على اختيار الصديق فالناس يحكمون عليك من أصدقائك والبيت الذي يعبر عن ذلك اختر قرينك وانتخبه تفاخرا إن القرين إلى المقارن ينسبه ابتعد عن الكذاب لأن صحبته تنقص من قدر الحر والبيت الذي يعبر عن ذلك ودع الكذوب فلا يكن لك صاحبا إن الكذوب يشين حرا يصحبك اتقي دعوة المظلوم فإن دعواته مجابة البيت الذي يعبر عن ذلك واحذر من المظلوم سهما صائبا واعلم بأن دعاءه لا يحجب أقرأ البيت الذي أنصح به الذي يصادق شخصا يكذب في الحديث والبيت الذي يعبر عن ذلك ودع الكذوبة ودع الكذوبة فلا يكن لك صاحبا الصاحب الذي يكثر الكلام والمزاح والبيت الذي يعبر عن ذلك أو أقرأ البيت الذي أنصح به وهو وزن الكلام إذا نطقت ولا تكن ثرثارة في كل ناد تخطب الذي ينكر أمانة استودعها عنده شخص آخر البت الذي يعبر عن ذلك ورع الأمانة والخيانة فاجتنب واعدل ولا تظلم يطب لك مكسب أكمل تحليل الصور الجمالية الآتية وأحذر من المظلوم سهما صائبا شبه دعوة المظلوم بالسهم الصائب شبه بالسهم الصائب الذي لا يخطئ الهدف واحذر مصاحبة اللئيم فإنه يعدي كما يعد الصحيح الأجرب شبه هنا مصاحبة اللئيم بالعدوى أو شبه اللئيم نفسه بالعدوى بأنه مرض إذن شبه مصاحبة اللئيم بالعدوى التي تنقل أو تنتقل من مريض بالجرب إلى السليم وزن الكلام إذا نطقت شبه الكلام بالشيء المحسوس الذي يوزن أو الذي يمكن أو يتم وزنه بالميزان فيكون له ثقل إثنان أختار أجمل صورة مما سبق من وجهة نظري وهي أجمل صورة من وجهة نظري واحذر مصاحبة اللئيم فإنه يعدي كما يعد الصحيح الأجرب وهو شبه مصاحبة اللئيم بالعدوى أختار من النص بيتا أعجبني مع التعليل فيمكن أن أختار واحذر من المظلوم سهما صائبا واعلم بأن دعاءه لا يحجب هذا هو البيت الذي أعجبني والتعليل في ذلك لأنه يحذر من الظلم وعاقبة الظلم إذن التحذير من عاقبة الظلم ودعوة المظلوم سهم صائب يصيب الظالم أربع أقرأ من النص البيت الذي يوافق معناه معنى هذه العبارة قل لي من تصاحب أقول لك من أنت والبيت الذي يدل على ذلك هو اختر قرينك وانتخبه تفاخرا إن القرين إلى المقارن ينسب بعد فهمي القصيدة وتذوقي جمال أبياتها أنشدها إنشادا جميلا هكذا أعزائي نكون قد أنهينا هذا الدرس ألقاكم على خير بإذن الله تعالى مع بنية النص لا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد وادعمونا بالإعجاب دمتم في أمان الله وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته